إذن مشاهدين أيضا نشير إلى هذه التطورات في السودان وأيضا كما تحدث مراسل التلفزيون العربي يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع مراسلنا الذي كان يحدثنا عن هذه التطورات الميدانية حيث شن الجيش السوداني هجوما واسعا على قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وبحري وأمدرمان والسعادة السيطرة على عدة مواقع في شمال بحري وأيضا كان هناك تحرك للجيش برا تحت غطاء الطيران الحربي نفذ هجمات متزامنة سمرت لعدة ساعات بينما قالت مصادر أن قوات الدعم السريع عادت مهاجمة سلاح المهندسين في أمدرمان من صباح اليوم وأيضا كانت هناك بعض الأخبار المتداولة وأن الجيش السوداني عبر من أمدرمان إلى الخرطوم والخرطوم بحري ويشتبك أيضا مع قوات الدعم السريع إذن يبدو أن هناك تطورات ميدانية وأيضا تم تداول بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل سودانيين والحديث عن هذه التحركات والاشتباكات أيضا وما يجري الآن من اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني كما تتابعون في هذه الصور أيضا هذه الصور هي صور من الخرطوم اليوم لهذه التطورات الميدانية أيضا كما نتابع وإياكم في هذه التطورات لهذه الاشتباكات والتحركات أيضا للجيش السوداني الذي شن هجوما واسعا على عدد من المناطق التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع في الخرطوم الخرطوم بحري وامدرمان حيث كان هناك تحرك للجيش السوداني وعبور من امدرمان إلى الخرطوم والخرطوم بحري وأيضا هناك بعض الأخبار التي ترد اتباعا بأن الجيش السوداني يسيطر على مداخل ثلاثة جسور تربط بين الخرطوم وامدرمان والخرطوم بحري أعود إلى بورت سودان معنا مراسلنا أحمد ضو البيت يعود إلينا من جديد أحمد أعود إليك وأسأل عن آخر هذه التطورات كنت سألت قبل قليل عن هذا الهجوم الواسع ويبدأ أن هناك سيطرة أيضا من قبل الجيش على ثلاثة جسور وعبوره من امدرمان إلى الخرطوم والخرطوم بحري نعم أحمد طبعا بمثل ما جاء في الخبر فإن القوات المسلحة السودانية شنت هجوم واسع النطاق اليوم على مواقع قوات الدعم السريع تحديدا في مدينة الخرطوم وكذلك مدينة الخرطوم بحري عبر الجيش جسر الحلفاية من الناحية الغربية من مدينة أمدرمان تجاه مدينة بحري كذلك هناك تحرك كبير جدا للجيش السوداني من قاعدة الكدر العسكرية هناك أنباء عن أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من تحرير منطقة الكدر بالكامل من قوات الدعم السريع وكذلك هناك تحليق كثيف جدا وغارات جوية للطيران التابع للجيش السوداني على تحركات قوات الدعم السريع خاصة عمليات الإسناد التي تقوم بها قوات الدعم السريع لإرسال هذه القوات لمساندة القوات التي حاصرتها القوات المسلحة السودانية خاصة في مدينة الخرطوم بحري كذلك في الخرطوم هناك تحرك للجيش السوداني بحسب الأنباء أن الجيش قد قطع جسر النيل الأبيض والتيهة وحرر الكثير من المناطق خاصة المناطق القريبة من هذا الجسر هناك في منطقة السراطيجية وهي قاعدة عسكرية مهمة تتبع للقوات المسلحة السودانية سيطرت عليها قوات الدعم السريع فيها السابق كذلك هناك تحرك للقوات المسلحة السودانية في منطقة المقرن وهي قريبة جدا من منطقة السوق العربي أيضا هذه المنطقة تدور فيها إشباكات ما بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع نشير إلى أن القوات المسلحة تتواجد في القيادة العام وهو المركز الرئيس للجيش السوداني هناك تحركات واسعة للقوات المسلحة في هذه المنطقة القوات المسلحة السودانية عملت على الاحتفاظ بالمقرات العسكرية منذ بداية الحرب خاصة في العاصم الخرطوم المقرات العسكرية الهامة مثلا منطقة السلاح المهندسين وكذلك حطاب وكذلك الكدر العسكرية وفي منطقة اندرمان قاعدة كاريري العسكرية وكذلك قاعدة وادي سيدنا العسكرية ما عدا بعض المواقع التي سقطت في قوات الدعم السريع كمنطقة الباقير كذلك هناك موقع آخر حصين يدبع للقوات المسلحة السودانية وهي منطقة المدرعات الشجرة هناك أيضا أنباء عن تحرك واسع ومعارك عنيفة ما بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الأحياء المتاخمة والمجاورة لسلاح المدرعات في تلك المنطقة كذلك لم تتحدث عن وصول القوات المسلحة السودانية أو الجيش السوداني حتى قاعة الصداقة وهي منطقة أيضا تقع في قلب مدينة الخرطوم وكذلك حتى برج الفاتح أو ما يعرف بكورنثيا فندق كورنثيا هذه المنطقة أيضا كانت تتواجد فيها قوات الدعم السريع كذلك هناك أنباعا أن هناك الشباكات عنيفة ما بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جزيرة توتي وهي منطقة أيضا سيطرت عليها قوات الدعم السريع هذه المنطقة عانت كثيرا هناك شكاوى كثيرة جدا من المواطنين من وجود قوات الدعم السريع وباعتبار أن جزيرة توتي هي جزيرة معزولة سيطرت قوات الدعم السريع على تلك المنطقة وبالتالي الحالة الإنسانية مذرية جدا في تلك المنطقة كذلك قوات الدعم السريع لمباغة القوات المسلحة السودانية من ناحية أمدرمان خاصة في سلاح المهندسين. هذه المنطقة الحصينة تتوسع القوات المسلحة غربا وصولا إلى منطقة الفتيحاب وكذلك غربا حتى لفت المنصورة تتواجد القوات المسلحة السودانية وبالتالي قوات الدعم السريع عاملت على استغلال تحرك الجيش تجاه مدينة الخرطوم لمباغة الجيش في سلاح المهندسين ولكن حتى هذه اللحظة سلاح المهندسين في يد القوات المسلحة السودانية كذلك هناك في منطقة بحري توجد القاعدة العسكرية الكبرى وهي سلاح الإشارة أيضا هذه المنطقة شهدت هجمات مكثفة جدا من قوات الدعم السريع التي تسيطر على مدينة بحري صمدت هذه المنطقة وما زالت تحت قبضة القوات المسلحة وأيضا هناك انفتاح للجيش من سلاح الإشارة وجه مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع في منطقة بحري وبالتالي الخرطومة اليوم مشتعلة منذ الصباح مع إسناد للطائرات الحربية التي تقوم بقصف مواقع القوات الدعم السريع وكذلك قصف للتحركات التي تقوم بها قوات الدعم السريع العمليات الإسناد كذلك في محاور أخرى أيضا هناك انفتاح للقوات المسلحة السودانية خاصة في المحاور التي مثلا منطقة الجزيرة أيضا في ولاية الجزيرة في الناحية الغربية حيث سيطرت الجيش على منطقة المناجل الأنبا تشير إلى أن القوات المسلحة تتقدم كثيرا كذلك تحرير القوات المسلحة لمنطقة الشايقاب في ولاية الجزيرة وكذلك محاولات متكررة للقوات الدعم السريع لإسعادة هذه المنطقة تصد هذه المحاولات بصمود القوات المسلحة السودانية في منطقة الشايقاب وهي أيضا منطقة قريبة جدا من عاصمة ولاية الجزيرة والمدني هناك أيضا تحركات واسعة للقوات المسلحة كذلك تم رص حشود لقوات الدعم السريع في الناحية الشرقية لمدينة والمدني لا يعرف بالتحديد إلى أي الاتجاهات تتجه هذه القوات ربما تعمل على إسناد القوات التي كانت تحاول الدخول إلى منطقة الشايقاب أو ربما تحاول هذه القوات العودة مرة أخرى إلى ولاية الخطوم لأن قوات الدعم السريع قد وسعت من نطاق العمليات العسكرية في السودان وبالتالي قوات الدعم السريع أصبحت إلى حد كبير هي مشتتة في كثير جدا من مناطق السودان تدور معارك عنيفة في ولايات دارفور كذلك في الجزيرة وفي ولاية سينار نعم سنعود إليك طبعا في تفاصيل أوفا شكرا جزيلا لك أو الحاديث الرسمية وتصريحات الرسمية في سياق هذه التغطية شكرا جزيلا لك مرسلنا من بورت سودان هذه التغطية مشتتة